لقد كانت القومية أهم معاور الهدم التي استعملها لاستعمار الحديث في مواجهة وحدة الأمة المسلمة وهذا ما يدفعنا دفعا إلى بيان آثارها على عالمنا نستطيع إجمال تلك الآثار في النقاط التالية أولها إقصاء الإسلام وإبعاده عن نفوذه ومكانته وتفريغ القضية السياسية والاجتماعية من المحتوى الإسلامي بشكل عام أيضا من أهم هذه الآثار استبدال رابطة الإسلام برابطة القومية لماذا؟ لعزل الشعوب الإسلامية بعضها عن بعض كذلك من بين تلك الآثار وأخطرها قطع الصلاة بين الشعوب الإسلامية وإضعاف روابط الثقافة المشتركة بينهم كذلك أن القومية كانت خير معينة للدول الأوروبية الكبرى على تحقيق مطامعها واحتلال الشرق الإسلامي كما كان من أهم آثارها أنها وسيلة من وسائل الغزو الفكري للإسلام والمسلمين وهكذا كانت القومية أيضا شعارا بديلا عن الشعار الإسلامي